نبدأ حلقة هذا المساء من آخر أكبار المنتخب الأولمبي اليمني الذي سيشارك في منتصف يونيو القادم في منافسات بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق المنتخب عسكر لفترة في مارب ثم غادر مؤخرا إلى القاهرة لاستكمال تدريباتي هناك تحت قيادة المدربة شيكي سكوب للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مساعد مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن محمد الزريقي مساء الخير كابتن محمد الزريقي وأهلا وسهلا فيك عبر قناة السعيدة مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدي قناة السعيدة أمام المنتخب الأولمبي اليمني استحقاق في منتصف شهر يونيو القادم للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سن 23 سنة والتي ستقام في العراق حدثنا عن برنامج استعدادكم لهذه البطولة وهل هذا البرنامج كافي لأن يحقق نتائج طيبة فيها بالفعل عزيزي أن الوقت المتبقي يعني ليس مثالي من أجل إعداد بشكل أفضل نعم ولكن سوف نعمل على اختزال عام الوقت نعم من أجل تجهيز المنطقة من ناحية البدنية والفنية نعم وكما تعلم أن بطولات غرب آسيا هي تعتبر بطولات أيضا شبه ودية وإعدادية وإن أخذت الطابع الرسمي لكن هي بطولة جيدة بالنسبة لنا لتجهيز منتخب الأولمبي لاستحقاقات القادمة خاصة الأسيوية نعم وأيضا كما تعرف أن هذا المنتخب هو نواة المنتخب أو أساس المنتخب الوطني الأول قادم صحيح وبالتالي هي فرصة للمدرب لأحلال وتجديد المنتخب الوطني الأول من خلال عناصر الشابة التي ستشارك في بطولات غرب آسيا نعم الإخفاق في كأس الخليج الأخيرة لا تزال أثاره موجودة في قلوب اليمنيين حتى اللحظة البعض يتساءل ما هو الجديد في هذه التشكيلة وهذه الأسماء وعن الذي ممكن تقدموه هذه المرة للكرة اليمنية والجمهور اليمني الذي سائم الإخفاقات والأعذار طبعا الجديد هو أن هناك عناصر شابة من منتخب الوطني للشباب المشارك مؤخرا مع الكابتن محمد صاح النفيعي نعم هم يقارب حوالي من 14 لاعب تم تصعيدهم إلى المنتخب الوطني الأولمبي وأيضا هناك مجموعة من منتخب الوطني الأولمبي السابق اللي يسمح لهم عمرهم بالمشاركة وبالتالي هناك مزيج جيد من لاعبين واعدين نتمنى أن يكونوا هم من يحققوا أهداف المرجوة وطموح الجماهية الرياضية نعم على مستوى الوطن لكن هذا وحده لا يكفي يجب أن تتظافر الجهود من أجل إبراز منتخب ينافس بشكل قوي في الاستحقاقات القادمة نعم وهناك خطة فنية والاتحاد بقدر الإمكان يحاول أن يعمل وفق المتاح من أجل إعداد المنتخب للمستقبل إذا ما تحدثنا عن المعوقات والصعوبات كابتن محمد هناك من يرى أنه في كل مرة تتحدثون عن نفس المشاكل والمعوقات في كل بطولة بالتالي لماذا لا يتم حلها وتجاوزها بدل ما تستخدموها شماعة تعلق عليها أي فشل؟ طبعا كلنا نعرف أن المال هو عصب الحياة وعصب الرياضة وعصب كرة القدم بدون مال ما فيش كرة قدم حقيقية نعم المعوقات هي مالية بحتة نعم وهذا الظرف ما زال قايم لما نعيشه في بلدنا نعم من وضع مالي أثر على جميع القطاعات في مبالك في قطاع الرياضة نعم الذي لا يعطى اهتمام وبالتالي نحاول بقدر إمكان استمرارية والعمل وفق المتاح بالإمكانيات الموجودة نعم الذخيرة البشرية موجودة منتخبات الناشئين ومصعدين للشباب والشبابي للعنبي وهذه العجلة التي تدور رحاها من مخزوننا البشري الطيب نحاول استثمارها والعمل بقدر مستطاع من أجل الظهور بشكل جيد والاستمرارية في المشاركات إلى الآن نعم فالبعض لا يعذرنا على بعض الأخفاقات التي تصير على مستوى المنتخب الوطني الأول ولكن يجب أن يفهم الجميع أن كرة الغدم تحتاج إلى مال وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى مسابقات محلية فبدونها من الصعب جدا أن نقدم النتائج المرجوة نعم لنكن صحيحين كابتن محمد ما هو أقصى طموحكم من المشاركة بهذه البطولة بكل صراحة أي منتخب أو فريق يدخل أي بطولة قبل بداية البطولة يكون طموح كبير جدا وأن لا يكون محدود بالمشاركة فقط صحيح فنحن كأي منتخب نطمح من أجل المنافسة نعم وأكيد أن جميع المنتخبات آتيا من أجل المنافسة صحيح ولكننا نعمل وبالتأكيد نحاول التحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه نعم السؤال الأخير كابتن محمد هل من رسالة توجهها للشارع الرياضي اليمني الواقف والداعم للمنتخبات اليمنية كيفما كانت النتائج ويتمنى تحقيق نتائج طيبة في هذه البطولة نحن جماهير اليمن تعتبر من أفضل جماهير العاشقة لكرة القدم صحيح وبالتالي نقف خجلا ونطلب دائما منهم المسامحة لأن طموحهم كبير وأملهم كبير في اللاعبين وفي الأجهزة الفنية صحيح ويرغبون في تحقيق النتائج فلا يسعني ولا أستطيع سوى أن أقدم اعتذاري لما سبق وأن نعدهم بأن نعمل ما بمسألة من عجل إرضاعهم في المستقبل القريب إن شاء الله إذن في نهاية هذا الحوار أتمنى لك كابتن محمد الزريقي وللمنتخب الأولمبي التوفيق والنجاح في هذه البطولة وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أثناء البطولة إلى اللقاء